السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي? عاملين ايه? وجيت لكم فيديو جديد. الفيديو النهاردة تحدي اكل الخاص بين زقزوقة وزقزوء. اه حبيت اعمل لكم لقيت بسم الله ما شاء الله شهيتهم مفتوحة. على الاكل النهاردة. فحبيت بقى اوريكم كده وهم بياكلوا لان فيه اوقات كتير. اه زي ما وريتكم في كزا فيديو وبقدم لهم الاكل ما بياكلوش. اه حتى اكلتهم بتبقى ضعيفة خالص. فانا لقيت ما شاء الله الجو جميل النهاردة والشمس طلعة والجو جميل ولقيتهم بتحركوا كويس قوي. فقلت بقى ما اكلهم كده معاكم. شكلهم لزيز وجميل ازاي? فانا عايز اقول لكم حاجة لان بتجيلي كل الاسئلة اللي بتجيلي. اه ان السلاحف منع الاكل خالص. اه في الشتاء. بقى لهم كزا يوم ما بياكلوش. لا طبعا انا ما بس بهمش فترة طويلة. يعني حتى جالي اخر السؤال استغربت منه ان الدكتور. اه بيقول اه لحد عندي في الجروب ان السلاحف ما بتاكلش طول الشتاء. يعني انا استغربت ازاي? يعني احنا هنا في مصر. اه ما فيش باية شتوي كامل. اه ممكن في الجو لما بيبقى برد قوي. اه ممكن السلحفة فعلا اه ما تاكلش وتبقى مشيتها بطيقة. حركتها بطيقة. اكلتها بطيقة. حتى قطمتها للاكل بطيقة. بتقطم بالراحة خالص كده الاكل. فبس مش ما بتعودش كتير. يعني انا اخرهم عندي يومين. ممكن يومين بس ما يكلوش وبعد كده يبتدوا ياكلوا يبقوا كويسين. اه اما اكتر من كده بحس انه لأ كده كتير قوي يعني. تمام? الوقت بقى احنا معنا تلات ورقات. طلعي رحمة تلات ورقات. هم كده جعانين. انا معي تلاتة ورحمة تلاتة. اديها ادي بتاعي طلعي لها واحدة عشان هتيجي تاكل بتاعة زقز ونشوف مين اللي هيخلص. الجاه من عند الورقة كده. كده. اه ونشوف بقى مين اللي هيخلص الاول. زبطي لها الورقة يرحوم. اه برضو بتجي لي اسئلة ازاي العب مع السلحفة بتاعتي. اه طبعا السلحفة زي ما انا وحضراتكم عارفين هي كائن لطيف جدا. وهادي كده وجميل وما تحسيش بتربيته نهائي غير بقية الحيوانات. اه فممكن نلعب معها زي ما احنا بنعمل كده زي ما رحمة. شايفين رحمة عمالة بتأكلها ده في حد ذاته. اه بيبقى وقت ممتع جدا جدا ان انتم تأكلوا السلحفة بتاعتكم بالطريقة دي. بتبقى ممتعة جدا. مش لازم ان احنا نشيل ونحط فيها. اه ونحرقها كتير او آآ يعني نلعب بها زي ما بنلعب بقطة او بعروسة او كده لأ طبعا. آآ هي كفاءة ان احنا بس نأكلها كده نلعب معها المرة اللي فاتت رحمة آآ قعدت تأكلها خيار بشكل جميل جدا بشكل الزجزاج ده. كانت آآ برضو كان فيديو لازيز وممتع. والنهاردة بقى بنأكلها خاصة اهو زي ما حضراتكم شايفين. آآ من غير ما نلمسها ومن غير ما نشيلها ومن غير آآ ما نضايقها خالص. احنا كل اللي بنعمله بنقدم لها آآ الخاص خيار الحاجات دي اللي هي بتحبها. تمام? زي ازوق شكله هو اللي هيكسب النهار ده يرحوم. آآ بتجيلي في التعليقات كتير ازاي اقنع آآ ماما ازاي تجيب لي اخلي مامتي آآ يعني اخلي آآ مش مجمعة. آآ بتجيلي في التعليقات يا طنطنانا لو سمحت اعملي فيديو آآ تخلي مامتي تقتنع ان انا اجيب سلحفة. عشان هي خايفة من السلحفة ومن تربيتها وكده. فانا عملتلكو كزا فيديو وكزا مرة اتكلم في الموضوع ده واقول لكم بجد ان السلاحف آآ تربيتها لذيزة خالص آآ وممتعة آآ ومش مزعجين خالص زي ما حضراتكم شايفين ومش مكلفين انا عكس اللي بيقولوا سيبيها يا رحمة سيبيها. انا عكس اللي بيقولوا ان تربيت السلاحف مكلفة جدا وعايزة ماديات كتيرة وحاجات كده انا عكسهم نهائي. انا كنت مربية قطط قبل كده. القطط بجد بجد كانوا بتاكل دراي. آآ كان الكيلو غالي جدا كان بخمسين جنيه وفيه كان اغلى وفيه كان ارخص. آآ كانت بتكلفني كتير زقت بقى والجبنا الرومي والجبنا النسطن والبيض واللبن والحاجات دي. آآ مكلفة جدا. السلاحف البرية كمان غير السلاحف البرمائية. السلاحف البرية بتاكل حاجات رخيصة جدا الخيار والخص. آآ والكابوتشا والجرجير والآ جزر والكوسة والنعناع. الحاجات دي كلها رخيصة جدا مش مكلفة خالص وفي امكاننا ان احنا نشتريها وسهلة خالص. آآ مش محتاجة ماديات ولا حاجة خالص نهائي. فانا مش عارفة ليه بيقولوا ان تربيتهم. انا مش عارفة ليه بيقولوا ان آآ تربيتهم غالية. هي تربيتهم مش غالية ولا حاجة. آآ هي فعلا ممكن بس تكون غالية لو احنا آآ ما عندنا الشمس متوفرة. فهنتطر نجيب لهم آآ لمبة اللي هي بديلة الشمس. آآ ولو عندنا الجو برد جدا لان في بلاد آآ بتبقى فيها الجو برد جدا جدا. فالسلحفة ما بتستحملش بيجي لها برد وكده. ممكن برضو نجيب لهم لمبة آآ اسراميك اللي هي معتمة. عشان ندفيهم بالليل. تمام? هو في الحالة دي بس اللي بتبقى آآ السلحفة ممكن تكون اللمبات اللي بقول لحضراتكم عليها دي اللي غالية اللي هي ولمبة السراميك. طيب انا عندي شمس وعندي دفاية بتدفى بيها انا ولادي بالليل. ممكن عادي خلص اشغالها في الاوضة اللي احنا فيها وندخل السلحفة معانا آآ بالليل. اثناء فترة الليل. عفوا آآ آآ تمام ممكن تكييف. ستانية رحم. آآ ممكن تكييف كمان يعني لو في تكييف برضو نشغاله على السخن وانسيبها مش هنحتاج اللمبة ولا السراميك ولا اليو في بي. تمام? آآ ما عندنا الشمس والشمس مهمة جدا. آآ ممكن اتصرف زي ما قلتلكو اكتر من مرة. وفي على فكرة لمبات كتير جدا جدا بقيت في السوق بتتعرض على جربات السلاحف واسعارها رخيصة جدا بس انا عن نفسي ما انصحكمش ان انتو تجبوها بقولها لكم تاني. كل ما اللمبة تكون غالية كل ما تعرفوا ان هي ماركة اصلية. كل ما اللمبة تكون رخيصة. آآ كل ما تعرفوا ان هي آآ تقليد ومش آآ مش اصلية يعني. وهتبوز على طوله مش هتدي السلاحف. آآ الفيتامينات اللي هي محتاجاها من الشمس. تمام? بصوا الوزاز وجمال ازاي? بجد تربيتهم جميلة جدا. وانا بقولها تاني وتالت. لكل ام يا ريت تلبي آآ رغبة ولادها بس تجيب صلحفة آآ يوناني. يوناني زي دي اللي هي بتبقى فيها نقط آآ سودة هي دي يوناني فتحة لونها فاتح وده يوناني لونه غامق. آآ بس اللي بيفرق اللي يوناني عن المصري. المصري بيبقى لونه البيج الفاتح ده بس ما بيبقاش فيه في المربعات بتاعته آآ النقط السودة دي. تمام? بتبقى سادة خالص. آآ اللي بيفرق اليوناني عن المصري النقط السودة اللي في الصدفة. وكمان المهماز اللي بيبقى عند الديل من تحت. بس انا مش عارفة مش عايز اقلب اللي صلحفة. كنت ورده لكم قبل كده. تمام? فده اللي بيفرق بس اللي اول ما تربي صلحفة. اتمنى انتو ما تجيبوش مصري خالص. آآ تجيبو يوناني. المصري منعته قليلة ومتعب شوية. آآ غير اليوناني خالص. اليوناني منعته اقوى. بيستحمل. آآ بيعيش معاك. يعني انا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يحمي آآ زأزوق. يا ربه يبارك فيه. آآ الحمد لله والشكر لله يعني في الاول وفي الاخر. توفيق من عند ربنا. ان هو آآ ما تعبنيش في تربيته. كل الشكاوي اللي بتجيلي آآ ما بتاكلش. الصلحفة عيانة. الصلحفة عندها برد عندها رشح. بيبقى معظمهم آآ مصري. اليوناني آآ بيجي له برد وبيعية وكل حاجة بس آآ مش زي المصري. وكمان بتبقى منعته قوية فبيقدر يقوم المرض وبيخف يعني بسهولة. آآ تمام. فبرضو حبيت اقول لكم كده برضو شوية معلومات. اتمنى 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 ان انتو آآ تجيبوا اول ما تشتروا تجيبوا سلاحف يوناني بلاش المصري عشان خطري. المصري عايز حد عنده آآ خبرة. عنده طولة بال. عنده صبر آآ يكون بيحب السلاحف قوي. مش لسه بيربي ولسه بيجرب وكده. لأ. آآ تمام. فيعني اتمنى بقى الفيديو النهاردة مش عايزة اطوله عليكو اكتر من كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكو وتكونوا استفدتوا منه. ولو بمعلومة صغيرة. وعايز اقول لكم قبل ما انهي الفيديو ما تنسوش بقى تشتركو في جروب الفيسبوك. عشاء السلاحف ومحبي نانا وزأزوء. آآ هتلاقوا في معلومات حلوة جدا وفي تواصل. والرد على الاسئلة بتاعتكم. تمام? آآ وإلى اللقاء في فيديو جديد بازن الله. باي باي. نسيت اقول لكم ان زأزوء هو اللي كسب آآ في التحدي. رحومة قالت يا ماما انت ما قلتيش مين اللي كسب? هو زأزوء هو اللي كسب المرة دي في التحدي. المرة اللي فاتت كانت زأزوءة هي اللي كسبت. هو كمان شبع اهو. آآ خلص الكمية بتاعته وخلاص بقى عايز يتمشى ويتحرك براحته. آآ تمام? فيلا بقى باي باي.